هذه هي الحدود التركية السورية فمن هنا عبر أكثر من 15 ألف سوري لكن عاد ثلثهم تقريباً بعد تطمينات الرئيس السوري بشار الأسد حسب الإحصائيات الرسمية التركية الجيش السوري يسيطر الآن تماماً على الحدود والتي كانت لعدة أسابيع منطقة خالية من أي وجود عسكري سوري في هذه القرية التركية المحافية للحدود واسمها إغويتشي وجدت عدداً من السوريين الذين تربطهم صلة قرابة بسكان القرية ويبيتون عندهم فمن هنا ينشئون مواقع إلكترونية ويبثون مقاطع فيديو عبر الإنترنت المتاح بسهولة حسن عبر الحدود ويسكن الآن في هذه القرية كان عاطلاً عن العمل في سوريا والآن هو منشغل بصفحات الإنترنت المناهضة للرئيس الأسد كل الميديوهات اللي عم تجينا من أهل الناس اللاجئين هنا نحن عمل شراء وعادة عن هيك كمان في كتير ناس موجودين بالمعارضة الخارج عندهم كمان تواصلات مع الداخل نحن شوفي عنا أنباء نعطيهم لها الشباب هنا بدون تواصلوا مع أهلهم بالداخل في هذه المنطقة الكثير من الشائعات التي تتحدث عن توتر عسكري بين سوريا وتركيا ولكن لا يظهر أي مؤشر هنا على أن تركيا ترغب بأي نزاع مسلح مع الجارة سوريا فالموقف التركي هو أن حماية اللاجئين حتى انتهاء الأزمة هو موقف إنساني وتركيا لا تمنع أحدا من العودة ولكن بعضهم يعود لممارسة نشاطه السياسي نحن ما بالخارج هلأ أنا عم روح وبيجي على سوريا على الحدود وعم نتواصل مع الشباب وعم نتواصل مع أهلنا بسوريا بشكل دائم عدد من الشباب أقاموا هذه الخيمة على سطح أحد المنازل اللي يبيتوا فيها أولئك شباب يتابعون أيضا أوضاع اللاجئين في المخيمات أسأل العناية ما أنا جيدة يعني ما أنا بالسوية المطلوبة كيف يعني أسأل حتياجات الإنساء يدون المستوى بس أنه عم نحاول أنه نوصل لمرحلية أنه هذون الناس أنه يتوفلون إلى حد ما لظروف طبيعي للحياة الآن في تركيا خمسة مخيمات فيها 2600 خيمة فيها مرافق متعددة مثل خدمة الإنترنت وأجهزة تلفزيون وملاعب أطفال والهلال الأحمر التركي يحاول يوميا إرسال المزيد من الأجهزة والمعدات لتسهيل حياة اللاجئين مع تصعد الأحداث في سوريا لا يبدو بأن مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا قريبة من الحل خاصة وأن السلطات التركية ما تزال تمنع الصحفيين من دخول تلك المخيمات أحمد البوديري بي بي سي من قرية يليا ضاغي من جنوبية تركيا ترجمة نانسي قنقر